بعد شهرين على خروج الحكومة القسري من العاصمة السياسية المؤقتة يعود رئيسها الدكتور أحمد عبيد بن دغر بصحبة عدد من الوزراء مجددا إلى عدن في ظل استمرار التحديات التي أعاقت أداءها طيلة الفترة الماضية رئيس الوزراء أطلق تصريحات متفائلة أكد من خلالها أن العام 2018 هو عام الانتصار الكبير لليمن الاتحادي واستعادة الدولة الشرعية وطي صفحة الاختلالات الأمنية والخدمية التي سادت خلال الفترة الماضية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة وعود فحسب فالتحديات التي أعاقت الحكومة لا تزال ماثلة فها هو هاني بن بريك نائب رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي يعلق على عودة الحكومة بالإشارة إلى أن الحرب التي خاضتها تشكيلات عسكرية مدعومة من الإمارات ضد الحكومة أواخر يناير الماضي لم تكن موجهة ضد بن دغر بل ضد وزير الداخلية أحمد الميسري وتواعد في الوقت ذاته بأن من أسماها المقاومة ستدافع عن الحشود الجماهيرية المطالبة بتغيير الحكومة وفي خطوة يبدو أنها تضفي جديدا على عودة الحكومة أقر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في أول اجتماع له يعقد في عدن برئاسة محافظه الجديد محمد منصور زمام عددا من القرارة المندرجة ضمن خطة تفعيل مركزه الرئيس في عدن وصولا إلى تحقيق الانطلاق الكامل لجميع أدوار البنك وشملت هذه القرارات العودة الكاملة لتغطية اعتمادات المواد الأساسية عن طريق فتح اعتماداتها عبر البنوك الرسمية بمختلف محافظات الجمهورية ابتداء من شهر يونيو القادم وذلك بالاستفادة من الوديع السعودي البالغ ملياري دولار وشملت القرارات أيضا عودة العمل بنظام الشيكات فيما يخص الإرادة العامة للدولة وعودة الإجراءات الرقابية للبنك المركزي على الدورة النقدية ومساعدة البنوك التجارية على إعادة الدورة النقدية من خارج القطاع المصرفي إلى داخله تسعى الرياض على ما يبدو إلى إعادة الحضور الجزئي للحكومة على أرضية غير مستقرة سعيا منها نحو تبديد ما أكده فريق الخبراء الدوليين بشأن تآكل سلطة الحكومة على الأرض المحررة في وقت تستمر أبوظاب وأدواتها في هدم السلطة الشرعية ودعم الخيارة الأكثر سوءا التي تتربص بمستقبل البلاد